بعيداً عن الأخطاء التي صاحبت أسئلة امتحانات الباكالورية في الدورات السابقة تأتي أسئلة امتحان مادة اللغة العربية خالية من الأخطاء وفي متناول التلاميذ باستثناء أورود أسئلة من درس محذوف من المقرر الدراسي حسب أساتذة المادة في الموضوع الأول للمديش النبوي للشعب الأدبية ورد سؤال صغير يعني على ما ستكون علامة جزئية صغيرة هذه الجزئية محذوفة من المقرر الدراسي بالنسبة لدرس الجموع بين نوع الجمع هي محذوفة يعني في المقررات الدراسية محذوف وردت في الامتحان هذا في درس الجموع أعطوهم جمعان الجمع الأول موجود في الدرس الجمع الثاني محذوف بين الشعري والنصر تنوعت أسئلة الامتحان لشهادة باكالوريا 2022 واتسمت بطابع الاختيارية إلا أن الملاحظة حسب أهل الإختصاص هو تكرار المحاور على غرار محور أدب المنفى الذي يطرح لثالث مرة بالنسبة لشعبة الآداب واللغات الاجنبية كان الموضوع بالنسبة للأدابيين جميل جدا بالنسبة لللغات الإجنبية الموضوع الأول كان أفضل بكثير من الموضوع الثاني الشعب العلميات قريب بالموازات كالموضوع الأول كالموضوع الثاني والغالب في الأمر أن أسئلة مادة اللغة العربية لم تخرج عن المقرر الدراسي باستثناء جزئية ينتظر تداركها في سلم التنقيط